المترجم للقناة بينما تبقى صحب عابرة على أغلب المناطق الشمالية الأخرى مع نسبة رطوبة عالية ضباب خلال صباح الباكر سيشمل سواحل الغربية المرتفعة الوسطى والشرقية يجب أخذ الحيطة والحذر الرؤية تكون ضعيفة خلال الصباح مناطق وسط الصحراء إلى غاية الجنوب الشرقي مرتفعة لوقار وتاسيدي وأقصى الجنوب ستشهد صحب عابرة وللإشارة الرياح ستكون قوية على أغلب مناطق الجنوب الكبير مما ستعمل على النشاط الكثير من الزوابع الرملية وعليه أخذ الحيطة والحذر لكل الإخوة السائقين الرؤية تكون ضعيفة محليا الحرارة خلال ليلة اليوم ستكون باردة دون الصفر على أغلب المناطق الداخلية أربع درجات تحت الصفر بتيارة خمسة إلى ست درجات بسواحل باردة أيضا بشمال الصحراء الدرجة الصفر بصورة أربع درجات بغردية بأضرار كذلك بجانات ترتفع إلى 12 درجة بأقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد الحرارة قصوة سقارب المعدل الفصلي لكن باردة بمرتفعات الوسطى والغربية 6 إلى 8 درجات بالبيت بسعيدة والجلفة 10 درجات بقسنطينا 14 بتيزي وزو 15 إلى 17 بسواحل باردة أيضا بالنسبة لشمال الصحراء 12 درجة فقط بغردية 14 ببشر 16 بالواد والمغير 19 درجة بإنسالح ترتفع إلى 20 درجة بتندوف ترتفع أكثر أجواء حارة بأقصى الجنوب تقارب 33 درجة مئوية وهذا بإنجزام فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاتراب على طول الشريطة السحيل رياح ضعيفة إلى معتدلة بسواحل الغربية متغيرة الاتجاهات أحيانا شمالية شرقية بسواحل الغربية وغربية تماما ترجمة نانسي قنقر